بسم الله الرحمن الرحيم مهارات الاتصال communication skills اليوم نتابع الوحدة الثانية في الفصل الأول المراسلات الإدارية administrative correspondence طبعا محتوى الوحدة الثانية هناك عدة مواضيع تتعلق بالوحدة الثانية منها تعريف الرسالة تطور الرسالة أهمية المراسلات الجوانب الفنية في كتابة الرسالة الجوانب الموضوعية في كتابة الرسالة والجوانب اللغوية في كتابة الرسالة طبعا قبل أن نبدأ في الموضوع الأول تعريف الرسالة نأخذ جانب في المراسلات الإدارية المراسلات الإدارية نعطي مقدمة حيث تعتبر المراسلات الإدارية من أهم وسائل الاتصال الفعالة وأكثرها استخدام وشيوع خاصة في وقتنا الحاضر وفي الماضي أيضا وقد سمها البعض بملكة وسائل الاتصال ذلك لأنها تسيطر أو تهيمن على معظم وسائل الاتصال يعني هي الأكثر استخدامة وحجم تبادل الرسائل الضخم يبرهن ذلك ما بين الإدارات المختلفة في الكطاع العام أو الكطاع الخاص طبعا هذا يعطي هذه الإدارات المركز الأول في عملية الاتصال من خلال المراسلات الإدارية وأوضحت بعض الدراسات بأن الكطاع العام والكطاع الخاص يعتمد اعتماد كبير على هذه المراسلات في إيصال المعلومات طبعا هذا الحجم الكبير من الرسائل يعطينا أيضا مؤشر واضح على دور هذه المراسلات الحيوي والهام في إنجاز تلك الأعمال التي تزاولها كل من الكطاع العام والكطاع الخاص لكن هناك بعض الكسور بعض المشكلات بعض العقبات في طبيعة الرسالة في الرسائل في المراسلات منها ما يتعلق بالأمور الشكلية كنوعية الورق المستخدم، اللون، المقاسات إلى آخره والبعض الآخر يتعلق بالأمور والنواحي اللغوية كطريقة كتابة الرسالة، التعبير عن الرسالة، نوعية اللغة المستخدمة، المصلحات المستخدمة وما إلى ذلك هناك أيضا نواحي موضوعية من حيث الوضوح، الدقة، السهولة، الصدق في الرسالة هذه كلها أمور موضوعية طبعا تعتبر الرسالة هي وسيلة اتصال صادقة تعكس مستوى الإدارة وتطورها ومتابعتها لتطورات الرسائل وطريقة إرسال الرسائل من فترة إلى أخرى وهذا يعطي القارئ انطباع طيب يعود عليه بأثر طيب تجاه الإدارة المرسلة لهذه الرسائل والهدف التي تتضمن تلك الرسالة قد يكون في طلب خدمة أو عمل معين أو إنجاز بعض الأعمال طبعا نجاح هذه الرسالة يعتمد في طريقها أو أسلوبها ومدى وضوحها والمعاني والمصطلحات المستخدمة واللغة المستخدمة والدقة والموضوعية في التعبير فإذا كانت الرسالة واضحة قادرة على التعبير تعتبر هذه الرسالة ناجحة والعكس صحيح إذا لم تستطع هذه الرسالة التعبير عن ما يحتويها بطريقة سليمة تعتبر هذه فاشلة وبالتالي فشلت عملية الاتصال نلاحظ أن بعض الدول زادة اهتماما بموضوع المراسلات وأصبحت تعد هناك معاهد ومدارس متخصصة لتدريب العاملين على فن كتابة الرسالة لأن الرسالة هي عملية كتابة فنية هناك جوانب فنية في كتابة الرسالة يجب أن لا يهملها الفرد تعطيها القوة تعطيها الدقة الأمان الوضوح الموضوعية كل هذه جوانب فنية في كتابة الرسالة فالرسالة الجيدة يجب أن تكون على ورق ملائم ذات مقاس جيد ملائم بطريقة مفهومة وواضحة تحتوي على جميع المعاني والإجابات التي يريد أن يصل إليها المرسل من خلال المستقبل هذه بشكل سريع حول المراسلات الإدارية وأهمية المراسلات الإدارية